ايه في وزارات كتيرة قوي او خلينا اقول لحضراتكم منتظ صراحة كل الوزارات مهمة ايه التموين كهرباء ايه حكم محلي معرفش كل كل مهم بس انا في ايه يعني مع الوقت كده حقول لحضراتكم مع الايام عشان الوقت البرنامج حاجات لي ايه وزارة بعينها نهاردة هكلم وهخاطب العقل صاحب العقل وزير الثقافة الجديد ربنا يا وفائك مهمتك صعبة جدا وبقدر اهميتها بقدر صعوبيتها لانها صعبة انا بشوف ان وزارتك وزارة الثقافة هي في الصدارة لانه مهمتك ده بتتعامل مع ناصر القوى النعمة المصرية ده معاك الرواية ومعاك الفن التشكيلي ومعاك الابرة والسينما والمصرح وصور الثقافة معاك كل الادوات اللي بتعملي حالة التكوين بتعملي حالة الوجدان المصري وعلى فكرة بكل انواع شرائح شرائح المجتمع فانت مسؤول سيدة الوزير عن التكوين من بداية الطفولة من وهو طفل لغاية طبعا التعامل مع العزماء المفكرين والمثقفين المصريين مرورا بالشباب الشباب يعني طاقة يعني إبداع الشباب يعني دماغ أرجوك منتظرين منك انك ترجع الثقافة المصرية للصدارة محتاجين منك مصرح يملى مصر سينما في كل حتة ومحافظة فيك يا مصر منتظرين منك مجهود كبير للوصول لحل يرضي المنتجين يرضي الانتاج السينمائي وهنا بتكلم على المنتجين سواء المصريين أو الأجانب أرجوك حل أزمة التسهيلات الخاصة بتصوير الأفلام السينمائية والدرامية المصرية والعالمية دخل لمصر كاميرات كتير تصور وفر المناخ الملائم سهل طريقة الحصول على التصريح للتصوير شباك واحد حاول تعمل شباك واحد المنتج يتعامل معه تعمل معه المنتج المصري وتعمل معه المنتج الأجنبي سهل عليهم الدنيا في الموافقات وبلاش نبقى يعني نطالب بمبالغ قوية لأنه ده حيشجع الصناعة وده حيشجع التسويق وتسويق هنا حضرتك عارف إنه بتتكلم على دخل مضمون بتتكلم على سياحة مضمونة تسويق لمصر واللي الفن المصري مضمون يعني فكرة التسهيلات حتجيب فلوس والله وحتجيب بسياحة مع الوقت فمهمتك كبيرة مهمتك لأنه حضرتك مسؤول عن اكتشاف الموهبين مواهب المصري الموجودة في مصر كل المجالات الثقافية والفنية اكتشف أجيال أرجوك رعيهم سندهم علشان يبقوا حراس بقى وقمنة على الهوية المصرية يعني قملة مصر كلها ثقافة وفن وإبداع وتنوير يليق بمصر في نفس السياق ده وانا بتكلم على السينما عايزة أقول حاجة بخصوص وانا بتكلم على الثقافة عايزة أقول حاجة عن السينما بعد هزنى حضرتك أخبار كتير عن أفلام سينمائية تم ماردها حققت أرباح إرادات كتيرة الفتر اللي فاتت كويس شيء عظيم بتابع كمان إنه في أفلام سينمائية حتعرض قريب كويس وفي أفلام بتجهز للتصوير وحيتم عرضه ده برضو شيء كويس وحاجة كويسة جدا إنه يبقى في حالة سينمائية كده عظيمة متنوعة بكلم في أكشن كاميدي دراما مهمة يعني من هنا بقول للصنع السينما مؤلف ومخرج ونجوم ومثلين خد بالك وإنت بتقدم إنت بتقدم إيه وعايز تقول إيه من وراء الفيلم اللي إنت عايز تقدمه خد بالك كمان إنه زي ما الدرائب هتحسبك على أعلى الإرادات التاريخ هيحسبك على المحتوى اللي إنت حتقدمه وإنت أكيد عارف أنه حساب التاريخ أقصى وأغلى من حساب الدرائب وزارة الأوقاف بتشتغل على إعمار بيوت الله ودي من ضمن أولويات وزارة الأوقاف دكتور أسامة الأزاري ليك عندي كلام كتير يعني الأيام اللي جاية هقوله لك وخلي عندك ساعة صدر معايا كده نهارده تم الإعلان عن إنه حيتم افتتاح عشر مساجد يما الجمعة اللي جاية منهم ست مساجد إحلال وتجديد وأربع مساجد صيانة وتطوير وبكده يبقى حيوصل عدد المساجد اللي تم افتتاحها الشهر ده أعتقد كده وصلنا لستة وعشرين مسجد تقريبا